الشركة المتخصصة في النقل الجوي منخفض التكلفة راينير تفتتح رسمياً قاعدتها الجديدة بطنجة بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة حدث تم الاحتفال به خلال حفل حضره ممثلون عن السلطات الجهوية والمحلية ومهني السياحة والنقل الجوي وترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور هذا كمثل استثمار كبير لدرغينا في المغرب بقدر مالي 200 مليون دولار يعني جوج مليار درهم وهذا شيء يبين جاذبية المغرب وكذلك الاتقالي يتقف لكي يدعو فينا الشركاء ديولنا الدوليين قاعدة مطار تنجا بن بطوطة هي القاعدة الرابعة لشركة ريانير في المغرب القاعدة تضم طائرتين وخمسة وعشرين مسارا جويا من بينها 13 من الخطوط الجديدة تربط مدينة تنجا بمدن أوروبية ومغربية نؤمن اليوم خمس رحلات جوية محلية وثمان رحلات جوية دولية جديدة لدينا خمسة وعشرون رحلة جوية من وإلى تنجا المدينة واحدة من أسرع المدن نموا ليس فقط في القارة الإفريقية بل في العالم أيضا المدينة حيوية وتطورها سريع لذلك سنوكب هذا النمو لجعلها مكانا رائعا اليوم لدينا 187 رحلة جوية تنطلق من مطار تنجا كل أسبوع منها 70 رحلة تؤمنها ريانير بنسبة 37% من مجموع هذه الرحلات شركة ريانير تؤمن كذلك رحلات داخلية بمجموع 12 رحلة أسبوعيا تربط خمس مدن مغربية استثمارات ريانير بالمغرب في مجال الطائرات تفوق مليار دولار أمريكي فاصل أربعة مما يدعم أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أرقام تساهم في النمو الاقتصادي لاثني عشر مدينة من بينها الرباط ومراكش وفاس وأقادير وتطوان والصويراء والناظور